وحول المزيد من التفاصيل بشأن المرحلة الأولى من القافلة السادسة للمساعدات للأشقاء الفلسطينيين والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتي تأتي تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي يطلعنا عليها زميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصرية أرحب بكم وبكل أستاذ المشاهدين حيث نتابع مع حضراتكم جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية المختلفة لدعم الأشقاء في قطاع غزة تعلمون أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منذ بدء العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة لم يتوقف لحظة عن تجهيز عدد كبير من المساعدات الإنسانية تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تقديم كل الدعم الإنساني المختلف وإرسال مزيد من المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء في قطاع غزة نتابع معكم في هذه الخدمة الإخبارية تجهيز القافلة السادسة التي تتوجه مباشرة إلى معبر رفح البري لدعم الأشقاء في قطاع غزة وهذه القافلة في مرحلتها الأولى والتي تتكون من أكثر من 250 شاحنة محملة بأكثر من 4000 طن من المساعدات الإنسانية المختلفة نتحدث عن مساعدات غذائية وأيضا مستلزمات طبية يحتاج إليها أهالي قطاع غزة بالإضافة إلى بعض الكراسي المتحركة وأيضا المياه نتحدث عن تقريبا أكثر من 3000 طن من المواد الغذائية التي ستذهب ضمن هذه القوافل من خلال مشاركة كبيرة من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نتحدث عن ما يقرب من 12 كيانا مختلفا يشاركون في هذه القافلة لدعم الأشقاء داخل قطاع غزة وكما ترون الآن هؤلاء المتطوعون المتواجدون في هذه المنطقة يعملون على قدم وساق في تجهيز المساعدات المختلفة لإرسالها لقطاع غزة هذه القافلة ستتوجه مباشرة إلى معبر رفح وأيضا سيكون هناك تجهيز لقوافل أخرى تابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هذه هي الصورة وتفاصيل القافلة السادسة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مرحلتها الأولى والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر